وكان جلالة الملك المفدقة غادر مدينة الرياض في وقت سابق أمس حيث كان في مقدمة موديع جلالته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليغ العهد نائب رئيس المجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وكبار المسؤولين وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد معث صاحب الجلالة لدى مغادرته برقية شكر وتقدير إلى أخي خديم الحرمين الشريفين حفظه الله في ميال نصها يطيب لنا ونحن نغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد المشاركة في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل أن نعرب عن بالغ شكرنا وعميق تقديرنا لكم حفظكم الله ولحكومتكم وللشعب السعودي الشقيق على ما حظينا به من حسن استقبال وكرم ضيافة وحفاوة بالغة جسدت عمق العلاقات المتميزة والأواصل الأخوية الوطيدة التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين معربين عن بالغ سعادتنا لمشاركتنا في هذا المهرجان الكبير الذي يجسد الجوانب الثقافية والتراثية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتسم به من عراقة وتميز وما له من دلالات مهمة في إبراز الإسهامات الرائدة للمملكة العربية السعودية في تقدم الحضارة العربية الأصيلة سائلين الباري عز وجل أن يحفظكم ويمتعكم بوافر الصحة والعافية متمنين للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من الرفعة والازدهار والرقي ودوام الرخاء والأمن والاستقرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين